احنا قبل ما ابتدي كلام بس لازمنا متفقين احنا ايه اكتر حاجة تهمنا اكتر حاجة تهمنا مصلحة الاهلي واكتر حاجة بتحركنا انا بتكلم كجمهور مش بس بتكلم كواحد بيشتغل في قناة النادي الاهلي او بيقدم برناميك في النادي الاهلي انا بتكلم كجمهور كمان ان احنا نبقى متطمنين على فرقاتنا ومن الورد جدا انك انت تتعد السيتي النهاردة السيتي بجلالية ادرو خسر قدام اليونيتد برايتون وانا يمكن قبل ما ادخل على هوا كنت متفرجع لليفر بول وبرايتون برايتون واخد يعني زي ما احنا بنقول كده واخد ليفر بول جاسيل وماكو تكلمكم على فرق ابطال فرق خدت القاب كبيرة فرق دايما مصنفة على انها رنج نمرة واحد يعني ايه كلاس فمن الورد جدا يعني يبلغوني دلوقتي ان مع بداية الحلقة برايتون متقدم واحد سفر فهي الخسارة عموما وردة في الرياضة ومفيش فريق بيكسب على طول طيب هل احنا خسرنا الصدارة مثلا لا ما حصلش هل الفرق دا ما حصلش لانه المواجهتين اللي قابلك على طول مباشرة للمنافسين المباشرين خلصوا تعادل يعني فيوتشر بيرامدز الزمالك دول التلاتة القرائبين منك في الجدول او اللي يعني انت قدر تقول انه هما ممكن يكونوا بينفسه ممكن يكونوا بينفسه فالمواجهات اللي تلعبت قابلك على طول فيوتشر تعادل مع بيرامدز والزمالك تعادل مع الاتحاد فبالتالي الفرق مدأش طيب هل تعرضت لخسارة هتكون الاولى في الموسم دا برضو ما حصلش طب السؤال هنا ايه سبب الرد الفعل الكبير دا يعني ليه الناس زعلانة قوي كده ليه الناس متوترة قوي كده وقلقانة قوي كده لو عايزني اقولك التحكيم هو سبب في التعادل انا قسف جدا مش هقولك كده رغم اعترافي انه التحكيم مش بس في المطش دا في مصر وعموما يعني الواحد دايما اللي بيديه كلمة على التحكيم بيحاول يبقى بيحسس بيطبطب لانه التحكيم المصري واحد من اهم عوامل نجاح المنظوم واحنا يهمنا برضو انه مسابقة الدولي المصري تبقى مسابقة محترمة لها سمعة طيبة مسابقة قوية واذا كان التحكيم بيتم التشكيك فيه صباحا مساءا نهارا جهارا يبقى بالتأكيد دا ضربة في مسابقة الدولي انا قلت في بداية الموسم انه الموسم دا تحديدا بمقدماته عامل التحكيم وعمل الاجهاد وعمل الاصابات مفترض انه يكون غير مؤثر على الاطلاق في مشوار نادي الاهلي واذا كان التحكيم بيتربص بيك او التحكيم ضدك او التحكيم بشكل مباشر او غير مباشر سبب في عدم تكافؤ الفرص في المسابقة الدولي عامل سلبي يعني فعليك انك انت تكون جاهز دا نصا كده قلت مش هيحسب لي ضرب الجزاء هجيب جول هيلغي لي جول هجيب جول مش هيتعامل مع العنف الواضح والممنهج ضد لعابة النادي الاهلي اقدر برضو يعني تقدر تحيد عنصر التحكيم لكن في النهاية منظومة التحكيم في مصر حدث ولا حرك واسأل نفسك كمشجع كده في بداية كل مطش للنادي الاهلي لما بتشوف اسم الحكم او بتشوف كدر بيظهر فيه الحكم على شاشة كم مرة بتقول الحمد لله وكم مرة بتقول يا ساتر السر يا رب ربنا يعدي اليوم دا على خير القاعدة بقت ايه والاستثناء بقت ايه الاستثناء في مصر انا يعني ممكن يعني كان نفسي اقول حكمين ثلاثة بس مش لاقي ممكن يبقوا حكمين من غير ما اقول اسمائي لحد ما اللي تقول ايه لا يعني النهاردة الحمد لله انو الحكم دا هيحكمنا المباراة دي ما عدا ذلك على طول في علامات استفهام ومش بالمناسبة مش الاهلي بس اللي بيشتكي تقريبا تقريبا كل قندية الدورة بتشتكي من التحكيم اللي شفتم بارح نموذج على الفساد او الفشل يعني ما تقدرش تصنفها برا الحتتين دول اما فاسد وايه ما فاشل لان فيه حاجات معلهاش خلاف واحنا مش بنتكلم على حكم واحد نحن نتكلم على حكم ونتكلم على حكم مساعد اول وحكم مساعد تاني وحكم فار قاعد بيتفرق في الكنترول او في قط الفار على الالعاب اللي ما يختلفش عليها اتنين اللي ما يختلفش عليها اتنين تصريحات كابتن جمال عبد الحميد بالمناسبة بتأكد على فكرة الفساد واتمنى لان انا مش عارف مين بيحسب مين بصراحة لكن يبدو ان كل حاجة بتمرو لمرور الكرام ومحدش بيحسب حد هنا في مصر في الوسط الرياضي كل حد بيعمل ما بدايله ومحدش بتحرك ومحدش بيتكلم محدش بيحسب محدش بيقول لي مين انت بتعمل ايه وازاي لكن التصريحات دي فيها شبهة فيها اتهام واضح مش شبهة فيها اتهام واضح وصريح لحكام مصر بالفساد من اول كلاتنبرج اللي الناس قالت انه وانا كنت من الاصوات اللي بقول ليه ما نجيبش خبير حكام اجنبي يدير المنظومة عالة وعسى لكن يبدو انه ده كان رهان خسران كمان يعني ما ينفعش تجيب بيب جوارديولا يدرب مركز شباب مش عارف ايه وتقول له هاتلي بطولة الشامبينز ليج ومش هيحصل هي القماشة غالبا كده يعني الامكانيات كده الاخطاء في منتها السزاجة وتبدو في اوقات كتيرة جد يعني انبارح في اخطاء واضح واضح مش محتاج دليل مش محتاج برهن على ده انها موتة عمدة ضد النادي الاهل والاسوأ من كده انه فينا اسبط برر ده اتهام كابتن جمال عبدالعب الحميد لأحد الحكام انه هيكشف عن وقاع فساد بيقوم بيها كلاتنبرج عشان يحسم الدوري الاهلي ده شيء استدى التحقيق على فكر انا هو انا بكلم على قناة النادي الاهلي لازم كابتن جمال عبدالحميد يتم التحقيق معاه ويتعرف اسم الحكم اللي قال للتهمات دي اذا كان صحيحة ولا لا ده تشكيك في لجنة الحكام بالكامل في حكام مصر بالكامل من كلاتنبرج مرورا بقى بكل اسماء الحكام اللي احنا هو طبعا لم يجرؤ انه هو يذكر اسمه لكن اذا كانت الوقع حقيقية فلابد كمان استدعاء الحكم ده للتحقيق معاه في التصريحات دي أنت لا Заق Logan التحديات لكم بات missed